قام المدير العام لمدرية الريدة وقصير عبد البسط بحمد بزيارة ميدانية إلى حرتي التقوى وبلال بمدينة قصير اطلاع على حجم الأضرار والإسهام في التخفيف من أثار الإعصار تيج وطمن المدير العام المواطنين بأن السلطة المحلية تبدل كل ما في وسعها لمعالجة أثار إعصار تيج بالتعاون مع كل الجهات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني لإجابة ضرر المتضررين وتفاقنا المخيمات في الريدة الشرقية ومطلعا على وضع المتضررين المعيشية والإنسانية والخدمية ومتطلباتهم اليومية وفي السياق زار مدير عام مدرية الريدة وقصير عرما قروا قيادة القطاع الشرقي لخفر السواحل المدريات الشرقية بالسعر مقدما لهم الشكر والتقدير على ما قدموه من جهود وطنية وإنسانية مخلصة أثناء إعصار تيج الذي ضرب المدرية قبل عدة أيام من إنقاذ المواطين وامتلكاتهم وتسهيل مهمة نقلهم إلى الأماكن الأكثر أمانا